فيها هتلاقوا فيه تعليقات كثيرة منتشرة في الأوساط الرياضية متعلقة بنموذج للاعب مصري اسمه كريم شعراوي كريم شعراوي من أهم اللاعبين في روما الآن ومستوى الحياة أصبح يعني عالي جدا وكان مع محمد صلاح أثناء ما كان محمد صلاح بيلعب في نادي روما ومحمد صلاح يعني بيلعب لمنتخب مصر وأصبح يعني رمزا لمصر الآن يعني لو بتعدد الرموز المصرية هتقول في مجال الرياضة فينا موذج حقق نجاحا في الاحتراف نتباهى ونفخر به خاصة نصنع نفسه بنفسه هو سافر ولعب في سويسرا وانتقل منها إلى الأندية الكبيرة بالتدريج اللي شفناه وبالتالي محمد صلاح أصبح نموزجا ورمزا رياضيا في مصر كريم شعراوي بقى لأنه حتى هتشوفه احنا عملنا معه حوار هنشوفه بعد قليل في الجزء الأخير من الحلقة وهو مدته يعني حوالي أقل من نص ساعة من تلت بعد يعني حوالي 22 دقيقة 23 دقيقة وكنت بسأله ليه لماذا لم تلعب لمنتخب مصر هو والدته إيطالية وأبوه مصري وهو من اللاعبين حتى اللي كان في الميلان كان بلعب بشكل هايل جدا وبعدها انتقل لموناكو وبعدها انتقل لروم هو فضل أن يلعب لمنتخب إيطاليا قال لا أنا حلمي أن أنا ألعب في منتخب إيطاليا وأنا عايز ألعب في منتخب إيطاليا فالنقطة اللي طلع إيه بقى يعني لو عاوز تبقى نحس في نحس أكتر من كده يعني مصر في كأس العالم وإيطاليا ليست في كأس العالم وإن كريم شعراوي يعني لو كان اقتنع يعني وخد ألم ملعب للمنتخب المصري كان هيبقى أحسن وكان هتحول إلى رمز رياضي كبير يعني لكن للأسف الشديد كريم شعراوي أو استيفان شعراوي حسب اسمه الإيطالي فضل اللعب لمنتخب إيطاليا فشوفوا بقى يعني حلم الوصول لكأس العالم أو محمد صلاح وزملائه من اللاعبين المصريين حيلعبوا في كأس العالم كريم شعراوي يبقى لسه عايز استنى خمس سنين خمس سنين طبعا في عمر اللاعب بتنقله نقلة في العمر لأن احنا عشان كأس العالم اللي جاي لسه قدامنا يعني أقل من سنة تحسبها سنة بالإضافة للأربع سنوات اللي بتفصل كؤوس العالم عن بعضها البعض فيعني هذا الحلم بالنسباله ولا خمس سنين قادمة فهنا التعليقات هتلاقي كتير جدا إنها يعني وكأن كريم شعراوي يعني رمزا وكأنه أصبح رمزا لفكرة الحسابات الخطئة بعض الناس بتقولك لا النحس ويعملهاش علاقة يعني لكن هو عنده حسابات إن كان عاوز يلعب لمنتخب إيطاليا ويلعب معاه في كأس العالم مصر إنه قد بقى اللي طالع عن مصر أهي في كأس العالم وإيطاليا لم تذهب لكأس العالم في سابقة هي الأولى من نوعية منذ الحرب العالمية التانية يعني زي ما هم كتبين له يعني إنما القضية الأهم اللي حتشوفوها هو السؤال اللي سألته له ليه 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 ما حبيتش تلعب لمنتخب مصر كان الأفضل إنك تلعب لمنتخب مصر ولا تطمح لمنتخب إيطاليا مشاهدين يا مساء الخير إحنا بنفخر بلاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية تحديدا فيه لعيب لابد أن تتوقف عنده كنت أتمنى إنه هذا اللاعب يكون بيلعب كمان في منتخب مصر هو مصر لماذا لم تفكر في أن تلعب لمنتخب مصر ولماذا تبضلت اللاعب لمنتخب إيطاليا إيطاليا لتا دي 14 عام هل عرض عليك بعض المسؤولين في مصر أن تلعب لمنتخب مصر؟ موسيقى موسيقى ده جمزة من الحوار اللي هنشوفه في نهاية الحلقة مع كريم شعراوي أو ستيفان شعراوي اسمه الإيطالي فضل اللاعب لمنتخب إيطاليا بدلا من اللاعب لمنتخب مصر مصر في كأس العالم وإيطاليا مش في كأس العالم فالناس عملت تعليقات على هذا المشهد طبعا محدش كان يتخيل أن إيطاليا لا تذهب لكأس العالم أبدا لكن حصل ومصر اللي أخفقت لسنوات عدنا إلى كأس العالم من جديد وبالتالي هنا ربما كريم شعراوي هو قاعد أمام هذا المشهد وده بعض اللاعبين حتى عملين له تعليقات هنبقى نشوفها منهم الكابتن أيمن يونس عمل تعليق بس طبعا بيرمز له بالنحس لو عايز تكون النحس قوي اعمل زي كريم شعراوي أو ستيفان شعراوي ما أعتقدش هو الراجل كان طموحه يعني هو والدته إيطاليا يعني عاش في إيطاليا حتى هو لا يتحدث في اللغة العربية يعني زي ما حتشوفه في الحوار وبالتالي هنا لكن كان ممكن يلعب لمنتخب مصر لو أراد لأن الأب مصري وبالتالي هو مصري من خلال الأب يعني مصري وبالتالي كان يمكن لو فكر أن يلعب فيه منتخب مصر وكان الحقيقة حيبقى يعني رمزا كبيرا زي محمد صلاح كنت أتوقع له ذلك لكن للأسف الشديد إما الحسابات الخطئة أو إن كنت ماشي كده تبقى دايس على دي القطة أو حاجة لا أؤمن طبعا بهذه الأمور لكن هي في كل الأحوال حسابات خطئة فيه ناس تقولك كده لما أكون أنا رمزا لبلادي وفيه عدد كبير من اللاعبين الأفارقة تحولوا كذلك من المحترفين وده كان ممكن يكون أفضل الحسابات الخطئة أعتقد هي السبب جرائم الفيسبوك البعض ممكن يستهين بيه ويقول دي ألعاب صبيانية ولد بيحب بنت على الفيسبوك مشكلة أنه عنده 16 سنة وهي عنده 14 سنة ينافسه في حبها واحد تاني زميله عنده 16 سنة أتله تخيله توصل الأمور إلى هذا الحد هنا يعني كل ده لما بنناقش معاكم هذه الأضايا علشان كمان العائلات تنتبه يعني بعض الأمور على المواقع التواصل الاجتماعي تتخيل أنها هزار وإنها يعني ده عيال وبنات بيهزار لكن يمكن أن تتحول إلى مآسي بهذا الشكل شهدت قرية كفر العرب بمركز فرسكور بمحافظة دومياط واقعت قتل طالب بسبب حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أن اكتشف القاتل أن زميله يحدث صديقته كان اتكلم على الفيز ومعجب ببنت ولقيت البنت بتبادله نفس التبادل يعني هو كان غيران من أمير الأمير البيت ياللي بتكلم ماش أمير اللي بيكلمه يعني البيت ياللي بتحب أميها وهو عنده 16 سنة 16 سنة البنت اللي هو بيبادل معاها عندها 14 سنة لما من حكالي روحت الوالدة